بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الموسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفصل دراسي جديد مع مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث معكم المعلم علي بن محمد الأحمر مرحبا بكم أحبتي بداية فصل الدراسي بجد واجتهاد ونشاط بمشاعة الله سنبدأ أول دروسنا لهذا اليوم كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم إذن الصف الأول التعليم المستمر الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي وموضوع الدرس التقويم التشخيصي هذا هو الجزء الأول بمشاعة الله من درسنا التقويم التشخيصي إذن أحبتي بارك الله فيكم يظهر أمامكم كتاب لغتي للصف الأول التعليم المستمر نفتح بارك الله فيكم على الصفحة المطلوبة نفتح الفهرس في البداية الذي يحتوي كافة دروسنا خلال هذا الفصل الدراسي ونحن يا أحبتي كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم في بداية الفصل فنحن هنا في التقويم التشخيصي نفتح على الصفحة 252 هي بنا يا أحبتي نفتح على الصفحة المطلوبة ونجهز القلم سيكون هناك بمشاعة الله مجموعة من التدريبات التي تقيس مدى فهمنا لما سبق أن تعلمناه في السابق وكذلك تهيئنا بمشاعة الله للدخول في دروس هذا الفصل الدراسي إذن هذا هو الشعار التقويم التشخيصي ونفتح يا أحبتي على الصفحة المطلوبة 253 في الصفحة التي أمامكم في التدريب الذي أمامكم يطلب منا أمرا واضحا كما هو في الأعلى كما تلاحظون 253 المطلوب هنا أحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف أحلل الكلمات هذه الكلمات أحللها إلى مقاطع وحروف كل كلمة مكونة من حروف ولكن هناك أشياء سبق أن تعرفنا عليها في الفصل الماضي والذي قبله ألا وهو المقاطع وهو الحرف يتصل مع حرف بعده لسبب ما فهنا يا أحبتي أن نلاحظ إلى مقاطع وحروف وهذه العلامة تشير إلى هذا الأمر نقرأه سويا الحرف الساكن وحرف المت يكونان مقطعاً مع الحرف قبلهما الحرف الساكن وحرف المت يكونان مقطعاً واحداً مع الحرف الذي يسبقهما هيا يا أحبتي الآن نكتب ونفصل حروف هذه الكلمات في هذه الفراغات التي أمامنا هيا بنا يا أحبتي سأعطيكم دقيقة واحدة للتنفيذ هذا النشاط ثم أعود لكم بمشيئة الله لمعرفة إجاباتكم الرائعة فاستعينوا بالله وابدأوا في التنفيذ اشتركوا في القناة بارك الله فيكم يا أحبتي انتهى الوقت هيا بنا نعرف الإجابة عن هذا التدريب أول كلمة هي كلمة فراشة هيا نحللها إلى مقاطعه الحرف الأول حرف متحرك عليه فتحه إذن حرف لوحده ثم الحرف الذي بعده را وأتى بعده حرف المد فهذا ما حتحدثنا عنه يا أحبتي هنا في الأسفل ألا وهو حرف المد يكون مقطع مع الحرف الذي قبله حرف المد يكون مقطعاً مع الحرف الذي قبله فنكتب في الفراغ الثاني را فا را ثم شا ثم التا المربوطة فراشة الكلمة الثانية خروف خ رو مقطع صوتي مع حرف مت ف خروف حسناً دي ك أحسنتم حرف الداء حرف ممدود دي دي مقطع ثم ك دي ك حسناً الكلمة التي بعدها زرا فه ز را أحسنتم ف و التا المربوطة زرا ف بارك الله فيكم هيا يا حبتي صحي أخطاءكم إن وجدت وانتقلوا معي إلى التدريب التالي في نفس الصفحة لديكم يا حبتي هذا التدريب أكملوا بتاء مناسبة ويظهر أمامنا شكلان للتا هذه التا نسميها التا ماذا أحسنتم المفتوحة وهذه التا نسميها التا المربوطة هيا يا حبتي نقرأ هذه الكلمات ونكمل بالتا المناسبة هيا يا حبتي اقرأوا بأنفسكم واختاروا التا التي تناسب هذا الفراغ في كل كلمة مما يأتي تقيقة واحدة يا حبتي ثم نعود لمعرفة إجاباتكم ثم بعد ذلك نعطيكم الإجابة الصحيحة أمامكم هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحبتي بارك الله فيكم حيا بنا نتعرف على الإجابة لهذا التدريب أول كلمة هي لاعيب ثم نختار التا هنا لاعيبة إذن التا هنا تكون نطقت في حال السكون إذن هي تا مفتوحة لاعيبة ثم الكلمة الثانية سارة أحسنتم سارة التا مربوطة سارة لعبت سارة في حديقة حديقة المنزل حديقة هنا هل هي مفتوحة أو مربوطة؟ أحسنتم مربوطة لماذا؟ لأننا نقول عند الوقوف على حديقة نقول حديقة حديقة المنزل لعبت سارة في حديقة المنزل فرأت مفتوحة هرة هرة صغيرة جائعة كل هذه الكلمات الثلاث تا مربوطة صحيح أخطاكم يا أحبتي إن وجدت لعبت سارة في حديقة المنزل فرأت هرة صغيرة جائعة حسناً ننتقل يا أحبتي إلى الصفحة التالية في صفحة 254 يظهر أمامكم هذا التدريب أقرأ وأكتب أكمل الجدول الآتي مستعيناً بالكلمات المصاحبة لدينا هنا هذه الكلمات المصاحبة ولدينا هذا الجدول في الجدول ماذا يظهر؟ يظهر في الصف الأول حرف مع حركة ولدينا فراغات يريد أن نكتبها ثم في الصف الثاني كلمات بدأت أو حوت نفس الحرف ثم لدينا هنا فراغ نختار الكلمة التي تناسب هذا الفراغ وهذا الحرف من الكلمات المصاحبة نأخذ مثالاً سريعاً فمثلاً هنا في الصف الأول لدينا ضب ضب ض ض بدأت بحرف الض وحركة الفتحة إذن نكتبها بهذا الشكل ثم ننتقل ض ض ثم في الفراغ الثالث ضف دع ما الحركة؟ أحسنتم الكسرة ض ض وفي الفراغ الرابع ما الحركة المناسبة؟ أحسنتم السكون السكون التي أتت في وسط كلمة مضرب حسناً في الفراغ هنا يا حبتي الذي أسفل حرف ض ما الكلمة المناسبة من الكلمات المصاحبة برأيكم؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنها كلمة ضروس إنها كلمة ضروس بارك الله فيكم نشطط على الكلمة يا حبتي ثم نكمل وننتقل للفراغ التالي ما الحركة هنا؟ أو ما الحرف؟ أحسنتم الط هيا بنا ط بالفتحة ثم ط ثم ط ثم الط بما حركت وعلامة السكون حسناً والكلمة هنا المناسبة لهذا الفراغ لحرف الط من الكلمات المصاحبة إنها كلمة طفل رائعون أحبتي أحسنتم ثم لدينا حرف الض ض بالفتحة ض أو ض ض ض ض ض بحرب علامة السكون والكلمة هنا هي كلمة أحسنتم ظل ظل حسناً حرف العين ع أحسنتم ع نعم ع و أو العامة علامة السكون والكلمة المناسبة هنا في هذا الفراغ هي كلمة ماذا؟ أحسنتم إنها كلمة عسل إنها كلمة عسل حسناً يا أحبتي تبقى لدينا ثلاث كلمات فصل وغزال ومقصف وتبقى لدينا ثلاثة حروف الفاء والغاء والماء كل هذا يا أحبتي سنكمل في الدرس القادم بمشيئة الله أمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم وتعلمتم شيئاً جديداً واسترجعتم شيئاً تعلمتمهم في السابق شكراً لكم ألتقيكم في الدرس القادم السلام عليكم